اخر سؤال كان ومن ميك عمره او حج بي هرسيلف ان اجروب ويزهر هزبان او محرم از برمشن يعني تزهب الحج والعمرة مع رفقة مأمونة مع اذن الزوجي او الولي او انه يجب انها لاحقظ على اخرى من محرم وقالurities ويلان من محرم هل انها لن اصدرت بنا هل حريéliorة او حاج القائва تحتجل يخطر الم необходимо التكيد تعمله ل Bunu نبرا لا ينبغي لك أن تقع في دعني أفصل لك القول في هذا أولا لمجمع فقاء الشريعة بأمريكا قرار حول سفر المرأة بغير محرم يقول التالي الأصل أن لا تسافر المرأة إلا مع زوج أو ذي رحم محرم ويجوز عند إذن الزوج أو الولي وتوفر الرفقة المأمونة وانتفاء الريبة سفر المرأة بدون محرم لحاجة معتبرة كحضور ملتقيات إسلامية نافعة أو صلة رحم أو حقوق لازمة كسؤال حاكم أو رفع دعوة ونحوه إذا كان لها محرم في بلد الوصول أو أمنة في الفتنة فما تنقله وأصابك بكونفيوجا كما تقول هو انتقال من اجتهاد إلى اجتهاد استعادوا عن المحرم بالرفقة المأمونة وهذا اجتهاد معتبر عند أهل العلم ومن أدلة الموجيزين له ما أخيه البخاري عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال أذن عمر لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حجة حجها فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وهم ليسوا محارم بالنسبة لهن وأن ذلك كان بمحضر من الصحابة فانعاقد ذلك إجماعا على جوال سفر المرأة في الحج مع الرفقة المأمونة كما استدلوا أيضا بما روي من حديث علي بن حاتم أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن تخج الضعين من الحيرة بالعراق تأم البيت لا زوج معها لا تخاف إلا الله ابن حجر يقول هو فيه اتفاق عمر وعثمان عبد الرحمن بن عوف والنساء النبسة صلمة على ذلك وعدم يكير غيرهم من الصحابة عليهم ولحديث علي بن حادم يوشك أن تخج الضعينة من الحيرة تأم البيت لا زوج معها والحديث في البخاري طب تعقم أو نوقش بأنه يدل على وجود ذلك وقد لا يدل على جوازه وأجيب بأنه خبر في سياق المتح ورفع منار الإسلام فينبغي أن يحمل على الجواز ترجمة نانسي قنقر